قلت لكم المرة اللي فاتت ان احنا نتكلم المرة عن دو ويل وان هي مختلفة شوية عن اللوبس التانية اللي هي الفور والويل بس الاختلاف فيها في ايه? احنا بنقول اللوبس اللي زي الويل والفور اسمها زيرو او مور الدو ويل بنسميها وان او مور ايه الحاجة المشاركة بين الجملتين اللي نستطيع لهم دولة كلمة او مور يعني في الحاجة الكتير اللي اتنين بيشتغلوا زي بعض لكن الاختلاف في اول حاجة الاولانية اللي هي الويل والفور قلنا ديها زيرو او مور والدو ويل قلنا وان او مور تعال بقى نفهم دوت يعني ايه بسؤالها نحله دلوقتي على المعرفة يلا بيب اول حاجة عايزك تعملها انك تعمل سرش على برو برام مين كورسز وتروح تدور على جمالتك وتتكى عليها هندخل على كورسز سي برو برام مينج هندخل على دو ويل لسون ناين هنحل اقول سؤال بس كده عشان نفهم الفكرة في ايه يعني السؤال بيقول برنامج يساجل اسم شخص ويتباعه عشر مرات باستخدمة دو ويل بتاع نحلو اوكي اولا انا محتاج بس الحاجة اللي هتخلي الويل او اللوب عموان تلف فهنقول مثلا فيه انتجر اكس والي اقل 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 زيرو باستخدمة دو ويل فهنقول دو متحكير لبراكت عايزه يطبع اسم شخص فهنقول برينت اف محمود متولي طيب انا عايزه يبين لي ان دو ات اول مرة في اتباع دي اتاني مرة فهنطبع دي سنتج دي كومة حاجة اللي بتعد كل مرة الاكس فهقول اكس بلوس وانا شنها بدأ من زيرو وهجي هنا هقول الويل ان الاكس اصغر من عشر طيب الاكس هتوصل لعشر ازاي اولا هنا فيه سمي كولون سا وتبقي بها بعد كده الاكس هتوصل لعشر ازاي لازم اقول هنا اكس وانا الويل اللي با تبقى في الدويل لازم يبقى اضيا برضو فيه سمي كولو اناعمل اه استنى عشان ما يبقاش كده باينه وحش نعمل اناعمل هنعمل رم طبعا للمحمود نتفلية عشر مرات وجميع الاركام بتاعتها هم قيت من واحد لعشر طيب طيب هوا طيب عمل لوب لفت عشر مرات طبعا تعال نستخدم الوائل ونشوف ايه اللي هيحصل. اهيت الوائل دي ايه كده ناخدها. كدت ونحطها بدل الدول. احطها على طول وائل. بس هنشيل السيميكورن. طبعا علي نفس الريزولت. محموم تولي. مطبوع عشر مرات وجنبيها الارقام بتاعتها. طيب الاختلاف ايه? ما انا ما انا قلت لك الاختلاف مش هيبقى في الور مور. انا قلت في الوائل والفورت هيبقى في زيرو او مور. فانا بقى عايز نشوف الزيرو والوان ديت ازاي بقى في اختلاف. حنيباني الاختلاف لو غيرنا الاكس هنا مسلا قلنا ان هي بعشرين. فالعشرين ديت مش هتحقق الشرط. العشرين مش اصغر ان عشر. فلما نيجي نعمل رن. ما طبعتش ولا مرة. فده معناه الزيرو. طيب تعالنا بقى نجرب دو وائل. ايه الدو وائل اللي كنا كانت بينها. الاكس كانت بزيرو. تعال بقى نخليها بعشرين. ونعمل رن. طبعا اللي محمومة وان. فمعناها ان هي هي. وان او مور. وان ديت معناها ايه? ان هو هتتنفذ الكلام اللي جوه اللوب نفسها اللي انا حطه هتنفذ مرة بقى الوان او بقى مرتين تلاتة عشرة براحتي. الوائل زيرو او موري. فلما كان الشرط غلط كانت تنفذت زيرو من المرات اللي هي يعني ولا مرة. او مور لما كان اكتر بقى. الشرط كان متحقق. فهتنفذت العشر مرات. هذه الفكرة. الشرط بس لما بيبقى مش متحقق. في الوائل بيتنفذ مرة. في الوائل مش بتنفذ ولا مرة.